يستمر النظام التركي في اعتقال المعارضين لسياسة القمعية والزجيبين في معتقلاته فيما يحاكم المئات منهم في محاكم تفتقد لأدنى معايير حقوق الإنسان آخر تلك المحاكمات بدأت في مدينة اسطنبول بحق يمثل منظمة مراسلون بلا حدود ورئيسة مؤسسة حقوق الإنسان بالإضافة إلى صحفي آخر بزعم مشاركة في حملة تضامن مع صحيفة أوسكور كونديم وقد يواجه مثل المنظمة آيرول أندروغلو عقوبة السجن 14 عاماً ونصف العام لمشاركته في حملة تضامن مع الصحيفة التي أغلقها نظام التركي في 2016 كما يلاحق في هذه المحاكمة أيضاً رئيسة مؤسسة حقوق الإنسان شبن مكورور فينجانج هو الكاتب الصحفي أحمد نيسين وكان هؤلاء النشطاء قد تمت تبريئتهم عام 2019 بعد محاكمة طويلة تتعلق بالقضية نفسها لكن محكمة لسناف نقضت هذا القرار العام الماضي ما أدى إلى فتح محاكمة جديدة هذا وأرجأت المحاكمة حتى السادس من أيار بعد جلسة استماع قصيرة في محكمة تشالايان في اسطنبول كما صرح أندروغلو لوكالة فرانس بريس الذي وصف المحاكمة بالسخيفة ورفض أندروغلو الاتهامات التي وجهت إليه مؤكداً أن الهدف من هذه المحاكمة هو تخويف وسائل الإعلام والمجتمع المدني في السياق دعت سبع عشر منظمة معنية بحرية الصحافة النظام التركي إلى سقاط الاتهامات منددة بما وصفته بالمضايقات القضائية وشن النظام حملات قمعية في عقاب محاولة انقلاب المزعوم صيفة 2016 والتي أسفرت عن اعتقال عشرات من الصحفيين كما تم أغلاق المئات من الوسائل الأعلامية وتحتل تركي المرتبة الرابعة والخمسين بعد المائة من أصل 180 ضمن تصنيف حرية الصحافة لعام 2020 وفق منظمة مراسلون بلا حدود